طلاب الأعزائي أهلاً وسهلاً بيكم ودلوقتي في المحاضرة دي هناخد طرق رقابة الجودة إحصائية مين أول عالم قدم لنا إرهاصات أو مساهمات في طرق رقابة الجودة بالطرق الإحصائية؟ وولتر شوارت قدم لنا طرق رقابة الجودة إحصائية دكين في سنة 1923 قدم مذكرة مقدمة من معامل بيل الأمريكية وقال شوارت في السنوات اللاحقة وإحنا بنقدم مفهوم الفحص المقبول للجودة أنا قمت بنشر أفكاري عن الموضوعات الخاصة بالجودة كلام ده كان في سنة 1931 ويقلف لنا مؤلف شهير اسمه الرقابة الاقتصادية للجودة قدم لنا المفاهيم الأساسية لرقابة الجودة ويقدم لنا في الكتاب ده حاجة مهمة جداً اسمها خريطة الرقابة على الجودة ده بالنسبة للرقابة على الجودة وده أول واحد ابتدى يكلف إنما بقى في اليابان ديمينج كانوا بيعتبروه في اليامان هو الأب الروحي لرقابة الجودة وقدم مفهوم الجودة وهو في التمانينيات من عمره وطبعاً يرجع له الفضل فيما وصلت إلى المنتجات اليابانية من جودة عالمية عايزة أقول إن ديمينج دوات عالم أمريكي وكان بيحلم وبيؤمن بالجودة ونفسه يتطبقها وابتدى هو كان أساس في الجامعة وابتدى يكلمهم كتير جداً جداً عن الجودة أمريكا كانوا بيعتبروا إن الموضوع يعني زي أروع الجاكت حاجة مكملة ما هيش حاجة مهمة قد كده وبالتالي كان كلام حبري على ورق زي ما بنقول مين سمعوا واليابانيين في الثورة بتاعتهم الصناعية سمعوا إن فيه عالم اسمه ديمينج بيتكلم كتير عن الجودة والموضوع بالنسبة له مهم جداً عملوا له دعوة في اليابان وخدوه في الجامعات اليابانية وقالوا قول اللي أنت عايز تقوله سمعوا أمنوا بيه اقتنعوا بكلامه فجابوه قالوله إحنا هنستقطبك وهنقعدك عندنا في اليابان وهندعملك كل الدعم اللي أنت عايزه علشان تقدر تنفذ كل طموخاتك اللي أنت شايفها للجودة قالوهم أنا موافق بس على شرط قالوله إيه هو الشرط قالوهم اعملولي اجتماع مرئي وواسع وهتولي رؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية أو رجال الأعمال اللي هم عندوهم في اليابان هدروا المحاضر لو اقتنعوا بالكلام اللي أنا بقوله أنا هشتغل معكم ويبقى من هنا حطنا أول مبدأ من مبادئ الجودة دعم الإدارة العليا إنها تبقى مقتنعة بأفكارك وعرفة إن هي مهمة لما تقتنع بأفكارك وتعرف إنها مهمة هتعملك الساببورت عملت الساببورت المناسب أنت بتستمر ومن هنا دامنج عمل الاجتماع وطرح كل رؤاء للجودة على رجال الأعمال أو رؤساء مجالس إدارات الشركات اقتنعوا بي جدا وسقفوله ووعدوا إنهم هيتطبقوا كل كلمة هو بيقولها وكل أفكاره نزل بتقلو في المصانع في اليابان وابتدى يوجههم لكل مش مصنع بعينه لا في الثورة الصناعية اليابانية كل المصانع علشان كده عملت اليابان نهضة كبيرة جدا في الجودة وتفوق المنتج الياباني على المنتج الأمريكي طبعا إحنا بنقول هنا نتعلم إن أي مفهوم جديد لابد لو ما خزيش بي دعم الإدارة العليا دعم ومساندة الإدارة العليا مش ممكن يتحقق له النجاح الدعم الأولاني رقم 2 صدور التشريعات اللي هي بتركز على الجودة لما بتصدر التشريعات دي يبقى أي حد هيخالف تلك التشريعات هيواجه بعقوبات شديدة رقم 3 التشريعات التنظيمية إن احنا نعمل الهياكل التنظيمية بتاعتنا في الشركات وفي المصانع إن احنا بنهيئة إن هي تستقبل هذا المفهوم الجديد اللي هو مفهوم الجودة في أي نظام في أي فكرة هتلاقيها فشلة لو أنت ما عملتش الثلاث خطوات دول دعم الإدارة العليا دعم ومساندة الإدارة العليا واقتنحها بالفكرة رقم 2 تهيئة التشريعات 3 التهيئة التنظيمية جوه المنظمة للمفهوم الجديد هنا زي ما أنا بقول دامن جنرجع تاني الموضوعنا زي ما أنا بقول دامنج قال أنا عايزة أزيل أي تعارض بين معايير الجودة ومسؤولية الجودة في العمليات ومسؤولية قياس الجودة بواسطة مراقب الجودة دامنج قدم لي نموذج رقابة الجودة واستخدم فيه مجموعة من النماذج الإحصائية زي خطة العينات يعني أنا مش لازم أفحص كل الإنتاج ولكن أنا أخد عينة من العينات العشوائية وابتدي أفحصها تطلع العينات اللي أنا جبتها مثلا نسبة المعيب فيها 10% أنا أقدر أحكم على الإنتاج كله أن نسبة المعيب فيها 10% واعتبر أن 10% نسبة مقبولة ومن هنا أنا بحط حدود للرقابة عشان أختبر فيها صفات المنتجات المختلفة وابتدي أحط نوع المنتج والخصائص أو الصفات اللي أنا عايزة أختبرها وقسها بطريقة إيتوماتيكية أو بواسطة أجهز التحكم آلي أو بطريقة يدوية أي طريقة المهم أنا أقوم بفحص أو رقابة الجودة لأن الاختبار بيكون مدمر للعينة فتم استخدام التدخل الإحصائي لرقابة الجودة وبالتالي قالوا أن الهدف من الرقابة على الجودة وفحص الأصناف هو لضمان أن البائع قام بتجهيز الأصناف بشكل معين أو بخصائص معينة متطبقة مع معايير الجودة المطلوبة طيب السؤال هل في هناك طرق لوصف الجودة؟ طبعا الإجابة نعم طيب إيه الطرق دي؟ أول طريقة من طرق وصف الجودة إيه الأسماء أو العلامة التجارية؟ اللي بينهم العلامة براند نيه؟ يعني مثلا أنا دلوقتي لو قلتلك ماركة أبل في الموبايلات أو في اللابس أو كده يا ماركة مشهورة تبقى حلوة جداً لو أنا قلتلك طرق وصف الجودة لا ده دي زي عربية مارسيدس كلمة مارسيدس في السيارات هو براند مهم جداً إذن الأسماء أو البراند أو العلامة التجارية هي طوء إحدى طرق وصف الجودة وبتبين قد إيه الجودة أعالي؟ زي أقولك ده دي لا 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 العربية دي ألماني عشر على عشر إنما دي صيني وفي إشارة إن المنتج الصيني في السيارات مش قد بكفاءة المنتج الإيه؟ الأمريكي أو الألماني وهكذا يبقى الإسم التجاري هو وسيلة من وسائل أو طريقة من طرق وصف الجودة اللي بتحدد لي الجودة عالية أو جودة متوسطة طيب عندي طريقة تانية إيه هي الطريقة التانية؟ وسائل التمييز هي الوسائل اللي بتعتمد عليها المنتج في تمييز المنتج عن المنتجات المنافسة بمعنى أنا ممكن أقول يعني ممتك تطلب منك كريم كريم وش وهي متعودة على نيديا فهتقولك خشي كده الصهدالية وهاتي نيديا تقولها إيه نيديا دي؟ تقولك بصي على الرف اللي عليه كريمات اللي هو العلبة اللي اللونها أزرق يعني على طول اللون الأزرق هي وسيلة تمييز للمنتج فأنت بتخشي على طول عينك عليه فيقولك الوسائل اللي بيعتمد عليها المنتج في تمييز المنتجاته عن المنتجات الإيه؟ المنافسة وخصويا لو أنت مش عندك المام بالمنتجات دي أو المام بالاسم أو بالعلامة التجارية وبالتالي تلاقي عينك لقطة حاجة مميزة في المزيد شوكولاتة كاتبوري يقولك هاتي لي كاتبوري؟ أي كاتبوري دي؟ الورقة اللي لونها موف فعينك بتدخل على الشوكولاتات عينك بتدور على اللون الموف فبيتعامل بلون موف بطريقة معينة عشان تدي العين دي إحدى طرق وصف الجودة يبقى المنتج اللي لونه موف يتحط في إزاي؟ إنه هو زوجودة عالية جيم طبعا وده أهم حاجة بقى الكلام اللي احنا قلناه ده حاجة والحاجة دي المواصفات القياسية العامة دي مواصفات أنا باعتمد عليها علشان أقدر أحدد المنتج ده زي ما احنا قلنا مثلا زي الايزو زي الايزو 9000 ايزو 9000 و1 و2 و3 و4 دي كلها مواصفات قياسية ما يجب أن يكون أنا بحطها على المنتج أو الخدم وأقول إن هي حققت ايزو 9000 و3 والمنتج ده حقق لي ايزو 9000 و1 يبقى معروف اللي هو 9000 و3 جودته أعلى من 9000 و1 وبالتالي الطريقة دي طريقة مهمة جدا وي بتوصف لي الجودة من خلال مقارنة المنتج بالرقابة على المنتج طبعا آخر حاجة اللي هي المواصفات الخاصة إن أنا بحط مواصفات خاصة بالمنتج وبحطها بي خلال مواصفات تفصيلية وتبقى مرتبطة بالمنتج ده فقط لغير وأنا ببتدي أنا يأفحص من خلال آخر بقى طريقتين طريقة الرتب إن أنا بحط رتبة أو درجة على مواصفات المنتج وطريقة العينات اللي أنا بقول بناخد عينة من المنتجات نفحصها ومن هنا بنحدد من نتائج الفحص بنحدد نسبة المعيب وإن أنا بقول هنا أنا عندي نسبة معيب مقبولة ولتاكل 10% لآخره وطبعا ديت أنا بستخدمها في حالات حالات الشراء غير المتكرر في المنظمة لما بتقدرش تحط مواصفات دقيقة بستخدم طريقة العينات عدم رغبة المنظمة في الدخول في مشكلات تحديد مواصفات أو في صعوبات في تحديد المواصفات طريقة برضو إن أنا بفحص عند المورد قبل ما اشتري الحاجة أنا بروح عند المورد واعمل عمليات فحص للمنتج في مصنع الموردين نفسه وده طبعا أنا هنا لما أكون الحاجة تقيلة أنا لو هرجحها خطبوز أو وسائل النقل إلى آخره وبالتالي لو كانت المنظمة عايزة تطمن على جودة المواد المشترى بتبعت فريق يعمل عمليات الفحص جوه مصنع المورد نفسه وطبعا زي ما بقولك لو كانت تكلفة الشحنة عالية أو كان شرط المورد إن يقولك إيه البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل الكلام ده كله يبقى أنا لازم أروح أعمل فحص عند المورد ذات نفسه وطبعا أنا هنا طريقة اختيار أي طريقة من الطرق السابقة بتخليني أنا أخطار الطريقة المناسبة هنا طبعا أنا بقول إن الطرق دي كلها زي ما أنا قلت ما فيش طريقة أحسن من طريقة ولكن هناك مجموعة من الشروط أو المعايير اللي بتخليني أخطر طريقة عن طريقة زي مثلا رغبتي في تجنب نفقات إضافية إن أنا عايزة أوفر مواد لجهات الطلبة بشكل سريع عمليات الجرد التلافي ما ينشأ من خلافات والاستفادة من الخصم النقدي دي كلها حاجات خاصة بالفحص عند المورد إن شاء الله مرة جاية هنشوف طيب لو أنا اشتريت مادة خام وجات لي وهي غير مطابقة للمواصفات هتصرفي إزاي إن شاء الله المحاضرة القادمة ناخد كيفية التصرف في المواد غير المطابقة للمواصفات ونستكمل الجزء ده إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله نحاول إن احنا نحط كيس ستادي عليها ونبتدي نشتغل ونشوف هنعمل إيه ونطبق الشق أو الجزء العلمي بشكل مهني على الجزئية دي أشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة القادمة